هكذا تستعرض مأرب تاريخها ومورثها الفني والثقافي هنا في مبنى المحافظة وتقدم نفسها للعالم بصورة مغايرة تماما عما صدره عهد النظام السابق حيث تستقبل المدينة وفودا أجنبية بشكل متواصل من بينها وفود أمريكية وأوروبية هذه المرة خمسة عشر صحفيا لكبرى الصحف الدولية يتواجدون في زيارة استكشافية لما تشهده المحافظة بقرض الاطلاع على الأوضاع الإنسانية والمحلية عن قرب وانأكاسات الحرب عليها خصوصا بعد تحول المدينة إلى محطة مهمة في الصراع القائم ومنطلق رئيسي في الحرب على الإرهاب في جولات استطلاعية بصحبة القائمين على الوفد زار الصحفيون بعض الأماكن التاريخية والأثرية كما عقدوا أكثر من لكائن مع مسؤولين في السلطة المحلية وبعض الشخصيات الاجتماعية حاولنا ننظم زيارات لأكثر المحافظة فشلنا في ذلك بسبب تحديات الأمنية تعرف أن الصحفيين اللقائم لأيتون اليمن بسبب الوضع الأمني ما فيش حد قدر ضمن فحدث تعاون مشكور من قيادة المحافظة فعليا شافوا وعلى فكرة كان لافت الوضع بالمحافظة يعني بالإجمال في شكل من الاستقرار قياس المحافظة على بقوار قبهة حربية نشطة هذا مهم ثلاثة أعوام وبأرب تسابق الزمن منذ سجلت نجاحها الأول في إفشال محاولة الحوثيين السيطرة عليها لتتضح بعدها ملامح الحياة أكثر كما تبدو المدينة الصغيرة وقد أصبحت مترامية الأطراف مزدحمة بالوافدين وبالأنشطة التجارية والتنموية خصوصا الجانب التعليمي محققة بذلك نجاحاتها الأمنية التي تعد الركيزة الأهم لاستلامي والتعايش هذه الزيارة هي ترد على الأبواق أو الوسائل التي تريد أن تشوه هذه المحافظة أو تشوه الشرعية بشكل عام اليوم الشرعية قطعت شوط كبير ويتعامى كثير من الناس أن الشرعية لم تقدم بل قدمت الشيء الكبير الأمن والاستقرار ولكن كانوا معجبين جدا بما رأوه من انتظام إنجازات جديدة إذن تهديها مأرب لليمن ومكسب آخر تحققه السلطات المحلية هنا يطلع عليها ويلمسها زوار من الداخل والخارج في وقت يشهد البلد حصرا خارجيا وداخليا يتضرر منه الجميع فضلا عن توقف مناح الحياة في كثير من مناطق سيطرة الميليشية تعافت مأرب وسريعا كشفت على أنها مدينة يمكن لها أن تصدر التجربة الوطنية بأكثر من صورة وأكثر من جانب أبرزها الأمني والاقتصادي خليل الطويل قناة بلقيس مأرب موسيقى